الغضب الشعبي على قرار خصخصة الكهرباء الوطنية في العراق يتسع يوما بعد آخر العشرات من المواطنين في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة يتظاهرون احتجاجا على تطبيق المشروع وعدوه حلا ترقيعيا لمشكلة مزمنة ليس إلا الحال ذاته في محافظتي ذيقار وبابل حيث تظاهر المئات من سكان المحافظتين رافضين تجاوز الحكومة لصلاحياتها وطرح منشآت للاستثمار والخصخصة بينها الكهرباء المتظاهرون عدوا قضية الخصخصة مؤامرة ممن سموهم الفاسدين وسلبا لقوت الفقراء وهددوا بالاستمرار في التظاهرات في حال عدم إلغاء المشروع لكن حكومة العبادي تصر على تنفيذ مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في عموم مناطق البلاد في ظل الاحتجاجات الشعبية الرافضة له كونه يضر بالطبقة الفقيرة التي تشكل ثلاثين بالمئة من سكان العراق يذكر العراقيون جيدا أن مجلس النواب صوت في الثلاثين من تموز عام 2012 على مشروع خصخصة الكهرباء نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحسينها رغم انفاق 22 مليار دولار خلال عشر سنوات في هذا القطاع وزارة الكهرباء بدأت بتطبيق مشروع الخصخصة في أهوائل عام 2016 في مناطق ببغداد على أن ينفذ لاحقا في أنحاء البلاد بالاتفاق مع شركات أجنبية ومحلية وبعيدا عن تفاصيل تطبيق مشروع الخصخصة والتسعيرة الجديدة فإن قضية استمرار أزمة الكهرباء في العراق سياسية ومتعمدة بحسب تصريحات سابقة لبرلمانيين في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدوا أن ملف الكهرباء هو ملف سياسي مرتبط بدول إقليمية ولم يكن الوضع الأمني العامل الوحيد في استمرار هذه الأزمة ليست الديون ولا ترشيد الاستهلاك ولا التجاوزات هي مشكلة الكهرباء الحقيقية في العراق بحسب مراقبين اقتصاديين بل أن المشكلة الجوهرية هي الفساد الإداري والمالي في وزارة الكهرباء نفسها فساد كانت نتيجته صرف مليارات الدولارات دون الوصول إلى إنتاج طاقة وشبكات كافية فالعراق لا يزال بحاجة إلى 30 ألف ميجاواط من احتياجه للكهرباء بينما يبلغ تجهيز المواطنين اليوم 8 ألاف ميجاواط ليس أكثر ترجمة نانسي قنقر